السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما معكم عبد الحليم خليلي في فيديوات من صفحتي في فيسبوك كما رأينا في الفيديو السابق شرحت طريقة التي نستعملها في تدعيم التواصل البصري وكذلك تدعيم حاسة السمع خلال التدريب مع الأطفال أو تعليمهم أطفال الذين يعانون من صعبات في هذا المجال التواصلي والمجال الحسي لهذا يتمنى رؤية الفيديو السابق للشرح لفهم ما أقصده من هذه الطريقة وتكمل لما سبق اليوم سأوضح فيما يخص استعمال نفس الطريقة لتعليم أو تدريب أشياء معينة كما قلت اللوحة هي منقسمة بحيث الفراغ نستعمله نستعمل فراغ كبير لكن ينصح استعمال فراغ أصغر لتركيز على الفم وتركيز على العينين مثلا هنا أريد أن أعلم الطفل أشياء معينة التعليم بالصور سواء كان بيكس أو البود أو أشياء أخرى هناك دائما مرحلة التدريب فمثلا أشرح هنا طريقة التدريب الأول عبر صورة واحدة فمثلا هنا بعد أن كما للتوضيح يمكن استعمال شريط لاسق البلاستيكي بالإنجليش ما لا أعرف بالعربي وهو يكون فيه قطعة هنا وقطعة في الطرف في أربعة أطراف حيث يمكن تلسيق الصورة ونزعها بسهولة دون استعمال الغراء أو اللاسقة الدائم كذلك الصور نقوم بتجسيد صور كثيرة قبل التحضير لهذا العمل فمثلا هنا أعطي مثال بسيط وهو مثال تعليم طفل أخذ صورته فبالتالي هنا نضع مثلا صورة نضحها هنا بالاختيار الاتجاهات هنا الدخول إلى تعقيدات حول الجانبية الجانب الأيمن والأيصر هذا يمكن أن أشرحه في فيديوهات أخرى ولكن احترام الجانب الذي يحبه الطفل أو الجانب الغالب عند الطفل مهم جدا لتسهيل عملية التواصل عند الطفل فمثلا أضع صورته هنا وأقول له لنفرض أن طفلنا اسمه محمد محمد هذه صورتك محمد أريني صورتك وأنتظر ردة فعل إذا كان الطفل هنا هي مراحل الاكتساب يمكن أن يطلع عليها ليست هنا لشرحها أكثر لأن الفيديو أحاول أن يكون قصير ليكون سهل للمتابعة فيمكن استعمال مثلا طريقة مثلا محمد هذه صورتك محمد أريني صورتك فيمكن هو يشير بإصبعه أو أمسك يده وأضعه على الصورة لإما لتبين الصورة أو لأخذها هذا فيما يخص صورة واحدة فيما يخص أكثر من صورة أنا دائما أنصح استعمال ثلاث صور أو أربعة صورتين هو أحيانا الطفل المشكلة أن أحيانا الطفل يستعمل الجاس أو كما نقول بالإنجليزية 50-50% صحيح 50% خطأ فممكن طفل صورتين فيختار بالخطأ الصورة الصحيحة فتشكره فيعتقد أن الاختيار هنا بالخطأ أو بالتكهن أو بالقاس هو عبارة عن طريقة للتعلم وبالتالي ممكن أن يجعله في خصن التواحد يجعله في مشكلة في فهم طريقة معرفة الأشياء وبالتالي ثلاث صور هي جيدة وهنا أعطي مثال لثلاث صور وتلاث صور أيضا مهمة وتعجبني لأن المساحة الرابعة هي أيضا للتعلم أن هناك لا توجد صورة وبالتالي مفهوم غياب صورة هنا أيضا مفهوم جيد فمثلا عند صورة الأب صورة الأم وصورة الطفل فأقول له محمد أين صورة أبوك فيمكن أن يشير أو أساعده أنا مثلا أقول محمد هذه صورة أبوك أو هذه صورة أمك دائما تعليم واحدة والانتقال إلى الرؤية للانتظار الإجابة وكذلك كما قلت هي مستويات للإجابة فمثلا إذا كان المستوى الأول أساعده أحمل مثلا الصورة هنا وأحمد يذه وأضعها للصورة إذا كان في مرحلة تعيين في مرحلة أخذ إذا كانت حركة جيدة يمكن أن ينزع الصورة ويركبها وبالتالي كما قلت الفيديو يحتاج إلى ساعات للشرح للتقنية ولكن حاولت أن يكون صغير لمشكلة الأنترنت خاصة في الجزائر وفي الدول التي الأنترنت ضعيفة فخمس دقائق أو ستة هي مناسبة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في الرؤية أي رؤيتهم ضعيفة نستعمل التواصل الضوئي فمثلا اخترت الضوء وأضع الضوء هنا وأقول له محمد هذه صورتك هنا لا أحتاج إلى العملية هنا ولكن لأني هنا أقرب اللوحة وأضع الضوء وأضع الضوء هنا استعملت ضعوبة ابنه لم أجد الليزر وهو المستحسن لكي استعمل الطريقة جيدة وهي تسليط الضوء ومثلا هنا وتعيين فممكن إذا كانت عنده صعوبات هو يستعمل الليزر ويعين إذا كانت يحب مثلا لعب بالليزر فأستعمل هذه الطريقة ولكن حداري العينين يمكن أن أضع الصورة على الحائط وهو يستعملها طريقة مهمة أتمنى أن أجد أن تنشر وإذا في أسئلة أو خصوصية فيما يخص الأطفال إذا كانت أسئلة عامة ممكن على صفحتي في الردود إذا كانت أسئلة خاصة جدا استعمال البريد الخاص للصفحة وأنا أجيبكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته